سين بعض الأولياء يمنع بناته من الزواج بمن هو كفء لغن فما الحكم وما موقف البنات حينئذ جيم هذه المسألة مسألة عظيمة ومشكلة كبيرة فإن بعض الرجال بفعلهم هذا يخونون الله ويخونون أماناتهم ويجنون على بناتهم والواجب على الولي أن يتبع ما يرضي الله ورسوله وقد قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم أي زوجوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أي زوجوا الصالحين من العبيد والإماء الرقيقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وبعض الناس يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها عمن لا يهوى فيزوجها من لا يرضى خلقه ودينه لأنه يرى ذلك ويمنعها من يرضى دينه وخلقه لأنه يرى ذلك وليت أن نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خلقا ودينه أن تذهب إلى القاضي فيقول لأبيها زوجها أو أزوجها أنا أو يزوجها ولي غيرك فمن حق البنت إذا منعها أبوها أن تشكوه للقاضي وتبقى النصيحة للولي أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنعها الزواج ممن يرضى دينه وخلقه فتفسد وتفسد وليعلم الولي أن أي فساد يترتب على منعه فإن إثمغ عليه وقد تكون موليته التي منعها من ذلك الزواج خصما له يوم القيامة شكرا للمشاهدة